أبدى ممثل مجلس إدارة البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بهارهم بما رأوا في العاصمة الإدارية باعتبارها درة المدن الذكية وأضافوا خلال جولتهم السياحية لأهم معالم العاصمة الإدارية والأهرامات والمتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية أنهم رأوا في العاصمة الإدارية نموذجا أكثر إبداعا للتنمية المستدامة باعتبارها نقلة حضارية تخلق فرصا واحدة لأبناء شركات المستقبل من القطاع الخاص في مصر ولفت ممثل البنك إلى أنهم لمسوا طموحا كبيرا وإصرارا لدى الدولة المصرية على العمل الجاد والمتواصل من أجل مستقبل أفضل بمشروعات تنموية ضخمة تم تنفيذها في زمن قياسي من جهته وجه جين ليتشون رئيس البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية الشكر لمصر على استضافة الاجتماعات السنوية للبنك باعتبارها شريكا مهما في التنمية والترابط القري مؤكدا أن ممثل البنك منبهرون بالإصرار الموجود لدى الدولة المصرية والسعي الحثيث الذي يستهدف تحسين جودة حياة المصريين